الآن مشاهدين الكرام ينضم إلينا الزميل عوض الغنام من معبر رفح ليرتصد لنا بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي تم برعاية مصرية طبعا من المقرر أنه دخل في تمام ثانية صباحا بتوقيت فلسطين والواحدة بتوقيت القهرة يعني كما هو الحال عوض إليك الكلمة كيف هي الأجواء لأنه بعد أول ثواني ربما دخول أو سريان وقف إطلاق النار نعم لما نستطيع أن نقول أنه الهدوء قد ساد ويسود في هذه اللحظات وأنا معك على الهواء كل أركان وكل أرجاء قطاع غذة وذلك بفضل الضر والمبادرة المصرية التي سهمت كثيرا لم تكن هي المبادرة الأهم التي سهمت في وقف إطلاق النار الذي استمر نحو عشرة أيام لكن منذ الساعة العشرة توقف بشكل كبير ما بين العشرة حتى الساعة الوحدة الآن كان هناك إطلاق نار متبادل ولكن بشكل متقطع بين حين وآخر يتم هناك عملية إطلاق نار سواء من الطرف الفلسطيني أو الطرف الإسرائيلي وربما ذلك بهدف من يريد في الآخر أن يسطر كلمة الانتصار والذي تابع مثل هذه الهدونات الممسئلة والهدنة الممسئلة والأحداث الممسئلة من ذي قبل كان يتكرر هذا الأمر كثيرا لكن الأجواء حتى هذه اللحظة مقارنة بالأيام الماضية تتغير تماما نحن هنا على بضع أمطار تفصيلنا عن قطاع غزة عشنا مع الإخوة الفلسطينيين كفريق إكسترا نيوز من خلال هذه المتابعة ليالي طوال والضرب لم يكن يتوقف على إطلاق وتحديدا ليلا تعلمين لما بأن القنابل الفراغية التي كانت تطلق من الطرف الإسرائيلي كان لها تأثير صوتي عميق وكبير للغاية مما كان يؤثر على كل محيط المنطقة خاصة أن قطاع غزة ليس بالكبير من ناحية المساحة لو عدنا إلى الأجواء هنا حيث نحن متوجدون الآن في معبر رفع غادر هذا المعبر من الطرف المصري منذ حوالي ساعتين أو ساعة ونصف آخر وفدي من الإخوة الفلسطينيون الذين قطعوا هذا الطريق حيث البوابة خلفي ربما كما تظهر خلفي غادروا هذا المكان ومن هنا من الهم أن أؤكد على هذه الرسالة التي حملوني إياها لكل مصريين كل الشعب المصري القيادة والحكومة شاكرين المصريون على هذا الموقف التاريخي النبيل من خلال هذه المبادرة التي دعمتها مصر ومؤكدين على أن هذا الأمر ليس بجديد من القيادة المصرية فهي أمانت بأمر هذه القضية وربما يدركون في ذلك أن منذ الساعات الأولى لهذه الأزمة منذ عشرة أيام مصر الدولة الوحيدة التي سجلت موقفها ولم يتزحزح ولم يتغير بعد 48 ساعة من هذه الأزمة عقد هذا الاجتماع التاريخ لوزارة الخارجية العربة وكان الوزير الخارجية المصري موقف رائع أشهدت بها عواصم عربية عدة وهو ما يؤكد ويجسد على إيمان مصر بهذه القضية الفلسطينية ثم بعد ذلك كان هناك مواقف عدة من المشيخة الأزهر ومن الأحزاب المصرية ومن البرلمان المصري ومن تنسقية الشباب والعديد من الهيئات والمنابر السياسية في مصر وهو ما يجسد هذا الإيمان مصري بهذا الموقف أيضا الفلسطينيون الذين تبعناهم منذ قليل حينما كانت واجدوا في المعبر شاركوا شاركوا الدولة المصرية بهذه المساعدات الطبية ربما بالدرجة الأولى تعلمين لما بأن العدد الجرحة حتى هذه اللحظة وصل إلى 1900 تجاريح منهم مئة في حالة حارجة للغاية جزء كبير منهم نقل إلى المستشفيات المصرية عدد الشهداء اقتربوا من 300 شهيد ومنهم أطفال ومنهم نساء فبالتالي وجود هذا الدعم إلى المستشفيات الفلسطينية تحدث عن 25 مستشفى فلسطيني كانت في أمس الحاجة لهذا الدعم الطبي الذي وصل ربما أيام وما زال مستمر وسيستمر غدا إن شاء الله لأن غدا سيكون هناك أيضا دعم كبير ودعم أيضا سياسي من خلال وجود تنصيقية الشباب التي ستأتي هنا ومنهم عدد من نواب البرلمان المصر وفي ذلك رسالة لا تخطئها لعين على استمارية دعم مصر للقضية الفلسطينية من خلال مسندد الإخوة الفلسطينيين في قطاع غزة لإعادة الإعمار وهنا مهم أن نشيد بهذه المبادرة الرئاسية التي أشاد بها وأكد عليها الإخوة الفلسطينيين الذين التقين بهم فعلا كانت ترجمة عملية وفعلية على إيمان مصر بهذه القضية وأن مصر لم تتوقف فقط لمجرد بيانات سياسية كما فعلت وزراء خارجية كسر وأن أمرهم كان فقط هو إرسال فاكسات فيها مواقف سياسية لكن مصر تحول أمرها إلى الفعل على أرض الواقع وهو ما ترجم الآن ومزال يعني الآن المعبر الآن لم يغلق ولكن في خلف البوابة الرئاسية هناك مئات من السيارات والمؤنس عند الصباح الساعات الأولى سيتم عودتهم مرة أو سيعودوا إلى غزة أو سينتقلوا إلى غزة من المهم هنا أن أشير إلى الهدنة والسمرارها حتى هذه اللحظة والتي جاءت ربما ترجمة فعلية للاتصال المهم الذي قام به الرئيس الأمريكي بالرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما يؤكد أن مصر بالفعل هي سيدة الإقليم وأن ما قامت به مصر في غزة مؤخرا هو ترجمة فعلية لمقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة لها شقين الشق الداخلي بالإصلاح الاقتصادي الذي نجحت في مصر والشق الخارجي الخاص بالأمن الإقليمي جففت مصر الأزمات في ليبيا وفي السودان والآن تفعل ذلك على أرض الواقع من خلال نجاح هذه المبادرة في غزة هي رسالة لا تخطئها للعين غدا هناك أجازة أسبوعية للمعبر الجمعة والسبت ولكن سيفتح استثنائيا لدخول المؤن والمواد الغذائية والمواد الطبية وأيضا لعبور المصابون القادمون من هذا المعبر الذي يظهر خلف لبيا تفضلي لو لديك أي تساؤلات عوض أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وبالطبع شكري موصول لك عوض ولكل زملاء وتاقم وفريق عمل أكستر نيوز على هذه التخطية المميزة من على الأرض من معبر رفح حيث كانت كل الأحداث وكانت أهم المشاهد الإنسانية تدار من هناك أشكرك عوض الغنام من معبر رفح ترجمة نانسي قنقر